تدعيات مباراة الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي لم تنتهي حتى الان الزمالك حصان جامح الان وفي كل فوز للزمالك بيكون حصان جامح لكن هذه المرة استشعر ان الزمالك كناد تعلم من اخطائه اللي هو من بلغش في الفرح انت فص في مباراة انت غلبت الاهلي الاهلي كان وحش قوي انت كنت احسن من الاهلي لكن ما كنتش كويس قوي لانك لو كنت كويس قوي كان لازم تغلب الاهلي 3 اربعة الاهلي في هذه الحلقة اتغلب 3 اربعة مرتاح فجدت لك الفرصة ما خدتهاش انت فوزت بدربات جزاء فوز كبير جدا وشرقت الاهلي في لقب القارن نهاء القارن الافريقي اللي كان في ابطال الدوري ابطال افريقيا لما فاز الاهلي كانت خسارة كبيرة للزمالك دلوقتي الزمالك خد السوبر وهي مباراة مش بطولة هي بطولة فبقى عندك بطل كونفدرالية وبطولة السوبر الافريقي تعادل ابطال افريقيا اللي خد الاهلي فالزمالك عاد لما يعود عليها ان يهدأ وعجبني تصرحات الكابتن حسين لبيب وهو بيتكلم وبيقول ان سيبونا نشتغل في هدوء ايوه ماتش خلص يلا بينا انت صدرت ازمات للاهلي كويس قوي خد ده واجري اجري ودعم لعيمتك وبلاش تنطيط زي ما الاهل اتنطت عشان اللي جاي الموسم طويل قوي في الاهل بقى شائعات توقيع عقوبات وعقوبات مغلزة حتما هتكون في عقوبات لكن بسبب ايه هل بسبب ان اللاعباء صهروا ورحوا محل بتاع ملابس يتصوروا معايا عشان بيعمل لهم بدا الهدايا لا بيروح الاهل والزمالك عادي هذا كان قبل في اثناء الاجازات حضروا افتتاح مطعم الفنان تامر حسني كان معهم لعبت الزمالك وهذا كان في الاجازات مش ده اللي يتوقع عليه عقوبة اللي يتوقع عقوبة توقع على حد زي رامي ربيعة كابتن الفرق عجبني الكابتن جمال حمزة وهو بيشرح نفسية اللاعب فبيقولك اللاعب بيبقى طاعته ضغط عالي وبيحاول يطلع الضغط ده ما بيحكمش تصرفاته ولكن لما تبقى كابتن كبير وكابتن فرق زي رامي ربيعة لازم تتحكم في عصابك لازم لا تستفز الفرق الأخر لازم لا تشجع زمالك اللي واطن على الخط واللي داخل اضرب الضربة هو جاي في الطريق بيقول انا هعمل زي رامي ربيعة مش مشغول بضربة الجزاء قد تفكيره في انه عايز يعمل كده فرا عمر كمال والذي يستعق عقوبة راح عمل كده انت بتحفز بتلاغي الجماهير ولا انت مركز في الملعب انت مركز في الضربة ولا مركز في طريقة الاحتفال ده يقولك نتيجة المباراة اللي بقت كده لعابة الاهلي لم يكونوا فيه تركزهم لم يكونوا فيه لياقتهم كانوا سيئين وتفاجئوا بأن الزمالك الزمالك تعرض لهزة في هذه المباراة كانت تطيح بهذا الفريق عندما قرر ان ينسحب هذا الصرف كان غلط في النهاية الحكم صحة او غلط لعبة في الملعب تفطولة كبيرة ولكن الزمالك لما يرجع من هذا الموقف يجب ان يكون مهتز عصبية ويجب ان الاهلي يتمسك ويضغط ايه اللي حصل لعبة الزمالك زادوا اسرارا زادوا حماسا رغم احساسهم وفكرة المبلغة فان هناك موقف من الزار والحكم والدنيا كلها اجتمعت عليهم ده مصحيح الزار الحكم ما حسبش الزار استدعى الكرة بتاعة عمر كمال الزار اتكلم معاه وشافها وقال له لا مش ضربة جزاء بعيدا انا مش عايز اتقول في جدل ضربات جزاء اه او لا الحكم بيغلطوا الفرق لازم تتمسك ولكن يحسب للاعب الزمالك انهم تمسكوا ورجعوا الملعب ورجعوا احسن والاهلي بقى اسوأ لم يكن جاهزا العقوبات ستوقع على من يستحق اذا كان هناك مقصر في المباراة المبلغة في الثقة الزائدة كأنك انت سيد العالم وحتقدر تكسب اي حد لا 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 الكرة لا تعترف بهذا الكرة تحترم من يحترمها الحظ جزء يقد كده اللي هو بتبقى قدر من التوفيق لكن لو فيه اسرار حتروح توفيق مرة اتنين تلاتة راح توفيق حيجي لك الجهد وتاخد ثمنه مبروك للزمالك مرة اخرى الاهلي يجب الا ينشغل الحمد لله انه ما فيش تصراحات عليها ان يركز في ان يعالج اخطاءه عنده بطولة قادمة الشهر القادم بطولة الكأس المصري النخبة اللي فيها الزمالك وفيها بيرامز وفيها سلاميكا كله بطرة اي هزيمة اخرى ستهز الاهلي لنهاية الموسم اقول لكم لو الاهلي لم يحصل على هذه البطولة لن يحصل على اي بطولات فيه هذا الموسم زائد عنده مطش العين في بطولة الانتر كونتن انتل الشهر القادم اتنين مليون دولار اللي خدهم الزمالك الزمالك في مطش واحد خد خمسمائة الف دولار الاهلي خد مئتين وخمسين الف وموسم الرياض والشيخ تورك قال الشيخ اهدى مليون ونص للزمالك الفائز بقى معاتين مليون دولار يقدر يحل مشاكل الاهلي بقى في مباراة العين ياخد اتنين مليون دولار لكن انت بتلعب العين والمبلغة فان كعبين عالي وخلافه فوقه العين عنده لعيبة تخض تخض اللعب تضع في مستواك في الزمالك مطش الزمالك ختتغلب ثلاثة لعب اوكلان ستة اللي احنا غلبناها قبل كده اربعة اتنين كسب ستة ستة اتنين بس ستة فرقة تستطيع احراز اهداد العين اخرج الهلال واخرج النصر فرقة تقيلة وخد بطولة اسيا الاهل يجب ان يقف ويراجع نفسه في جهازه الفني والاداري